في أحدث المواقف السياسية لدول جوار ليبيا وفي أول موقف للرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون أثناء مراسم تنصيبه قال إن الجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره وبأنها لن تقبل بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي فالجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره تبون وفي كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية في قصر الأمم بالجزائر الخميس دع جميع الليبيين إلى لمي صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ تدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة والمزدهرة بحسب تعبيره دوليا كشف الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهت دعوة لبلاده للمشاركة بمؤتمر برلين المقرر عقده قريبا كما اقترحت في اتصال هاتفي أجريا في السادس عشر من ديسمبر الجاري مشاركة الجزائر وتونس وقطر كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيبحث مسألة ليبيا مع وفد تركي سيزور روسيا الأيام المقبلة مؤكدا في مؤتمر صحفي في موسكو أنه يريد رؤية نهاية للصراع في ليبيا ثم بدء محادثات بين الجانبين المتحاربين يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية التركية موافقة أنقرة على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا فكيف سترى موسكو نهاية الصراع في ليبيا وكيف ستعمل على إيقافها وهي من دعمت وسلحت وساندت وقاتلت مع مسلح حفتر في عدوانهم على طرابلس وكيف سيكون شكل التصوية التي تسعى لها روسيا المعروفة بأنها تقول ما لا تفعل رغم نفيها لجميع التهم الموجهة إليها بدعمها لحفتر وبالانتقال لتصريحات مصر الأخيرة فقد صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تدعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة فيها حيث تفق خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الخميس على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء أزمة ليبيا من خلال مقترح شامل يتضمن جميع جوانب القضية وتعد مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي من أبرز دعمي قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر منذ بداية ظهوره لعبا أساسيا في ليبيا عام 2014 وقدمت له القاهرة كافة أنواع الدعم السياسي والعسكري في كل حروبه التي شنها على المدن الليبية فكيف سيفق الليبيونا في دور مصر التي سخرت كل إمكانياتها لقتل الليبيين في طرابلس ودعم انقلاب حفتر على الشرعية اشتركوا في القناة